اشتركوا في القناة 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 تحت قيادة بيب واردولا بحسب صحيفة دصان سيوافق مونشيسا سيتي على رحيل اللاعب الجزائري الدولي إلى كأس الأمم الإفريقية طافية ناير إذا لم يتم العطول على أرضية المشتركة لتمديد عقده الذي يمتد حتى يونيو 2023 يمكن أن يغادر محرز في نهاية الموسم ومن المرجح أن يتحقق الانتقال وفقا لدصان البريطانية دصان البريطانية هي اللي نشرت الأخبار يا أخوتي باش نكون في علمكم راكوا تشوفوا هذا موقع تانيك وحد أخر مركاتو لبس جي هدوغا صحافة تاع فرنسا وش لا يتقول لك فاووس وفقا للمعلومات الواردة من دصان البريطانية دصان البريطانية هي اللي ذكرت الخبر هو أن دصان البريطانية من شقع بها ولكن احتمالية خرطي ولكن احتمالية أنه رياض محرز باريس ان جرمان تحتم ديقوا تلقوا بالصحافة الفرنسية ماشي باريس ان جرمان من بكري وهي مهتمة فالصحافة الفرنسية تضغط على باريس ان جرمان باش يجيبوها قبل ما تقول لها دصان قلتها أنا بسع دصان را يتقول لك لما هتمين ورام حابين يجيبوه مازال ما كان احتاج اهتمام حاليا من باريس ان جرمان ممكن في الاوينة الاخيرة بعد الضغط الصحافي هذا باش نوضحو الأمر هذا نجو تأقلك بيب جواردولا ارفض بشيرو حريض محرز نجو الهادية اللي ركوا تشوفوا فيها باريس ان يوس هادية واش تقول لك مونشيستر سيتي هايليك بدأ هادك بارشالونة مونشيستر سيتي المفاوضات مع باريس ان جرمان يعني الهدف بارشالونة بدأت المفاوضات بتاعه باريس ان جرمان بارشالونة كان يبحث عن توقيع جديد في القسم الامامي لشهر الماضي تم ربط الكتالونية بعدة اسماء بما في ذلك حاكم زياش ورحم سيلينغ وكريم ايديمي قال لك كان مونشيستر سيتي اكبر هدف للبلوغرانا انوفرت المهاجمين في الجانب الانجليزي وخبرتهم تحت قيادة بيب جواردولا اردسا تاتا برناردو سيلفا ورحم سيلينغ وفيران طوريز هم بعض اللاعبين الذين ارتبطوا بالانتقال الى الى اسبانيا الشهر الماضي استفسار السماء مليح شهر الماضي استفسار الكتالونيون عن وضع رياض محرز ايضا ومع ذلك رفض جواردولا التفاوض على رحيل جزائي تم اعلان ان محرز غير قابل للتحويل يقول لك الشهر الماضي هذا واغلقت جميع الابواب وش يقول لك ومع ذلك وفقا لتقرير دصال البريطانية هنا على باريسان جرمى وفقا للدصال البريطانية الناس يدخل نادي جديد السباق على الجانح كان باريسان جرمى على ما يبدو يتابع ان كتب موقف محرز في السيتي وبدأت المفاوضات مع الجانح وش يقول لك لكن يقال ان برشلونة لم يعد مهتما باللاعب يجري الفريق الكاتالوني محدثة متقدمة لاحضار فيران طورز الى كامبنو وتفيد مصادر متعددة بانه قد يكون لاعبا في برشلونة بحلول يناير شوفوا الموضوع هذا اه اصدقيقة يقول لك بيب جواردولا فرد ما كانش منها شوفوا الخبر هذا تعب برشلونة برشلونة راهي مهتمة من 2016 برياض محرز الخبر تعصيف اللي فات صحيح هاد الخبر اسك باللي تفاوضوا الشهر هادا يا راكز اللي مليح خروطوا تفاوضوا الشهر هادا بيب جواردولا رفض اروح نعطيلك باللي مشي بيب جواردولا رفض رياض محرز اللي رفض راكوا تشوفوا هذه الصفحة هادية فوتبول اسبانيا راكوا تشوفوا يقول لك من غير المرجح ان يضع برشلونة ايديهم على رياض محرز هذا الشيطاء على الرغم من روابط الانتقال نعودوا نقول لهم هنا جزائرين كي يجي يتقلون هوا كأس افريقيا في جونذي وما كاش منها رح تكون عائق فيران طورز راهم مبليسي والخبر الرسمي اللي رام يحوسوا عليه مبليسي تلت شهر قال لهم بيب جواردولا يعني ما زلوا شهر ولا شهر باش يعاودي يقول لهم وراهم يتفاوضوا باش يجيبوا يعني يجيبوا لاعب مبليسي تلت شهور وما يجيبوش لاعب رح يلعب بشهر يعني ما قلت لكم من ذلك يعني نكونوا واقعين احنا دايما نحبوا نطيحوا باللعبين ونلقوا الأسباب والتحجوجات بلليين نوتس مارا وراع في جونبي لكو بدافري كما كاش اللي يهتم بهم الاندية وكذا كيف لحق اللاعبين وحدة واخرين كما قلت لكم نوه باش عنونا ما عنده اش الدراهم باش تدفع الرئيار باش تدفع الرحم السيني يقول لك من المرجح ان يبحث البلوغرانا عن جناح في نفذة يناير وسط عدد من الاصابات وقلة العمق في المركز وتحسنت قليلا المال المادية وانطونيو غريسبان بعد بايع كما قلوا ميسي وانطونيو غريسبان وبينما برشلون لا يمكن سيكون لديهم هامشا للمناورات تأثير يناير لجعل اضافة او اثنين واسمه تضيق اللهم بلخصونا الاجنيحة مع وضع في الاعتبار ربطت سبورت برشلونة بنجم مانشيستر سيتي الذي بدأ مرتين فقط في الدورة الانجليزية الممتاز هذا المفتد لكن وفقا لفابريسيو رومانو من غير المحتمل ان يذهب الجزائري الى اي مكان هذا الشيطاء رياض محرز لا يتواجد ان يتواجد مانشيستر سيتي في ينواري كما يتواجد سيكون يتواجد ان يتواجد فور أبلاس ان تتواجد في مانشيستر سيتي بيب غاردولا يقول لك رياض محرز هو اللي يرفض مش بيب غاردولا هو اللي يرفض ونحن على بنا باللي دائما رياض محرز يخرج في الصريحات ويقول باللي انا سعيد وما عنديش ويننا نروح شوفوا الخبرت برشلونة اعطيني 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 فابريسيو رومانو اللي كي خرج الخبرت عريال مادريد صحيح فابريسيو رومانو ما خرج مؤخرا على رياض مادريد خرج في تويتر قال لهم ما كان منها وخبر كاذب هكذا قال لهم خبر كاذب نوشيرا خبر كاذب نوشيرا تعبر شالونة عمرون لانتقف هذا الموضوع كي سكساوه اجبت لكم فيديو صوته صورة هو يهضر سكساوه قال لهم على رياض محرس قال لهم غواردولا ليس مضطر لي بيع رياض محرس قال لهم وفي الصيف في نهاية الميركاتو ممكن تكون سفقة تبادلية مع فيرق كبيرة رح تكون سفقة تبادلية كبيرة ممكن قال لهم على رياض محرس على برشالونة كانت الحكاية على برشالونة برشالونة خبر كائن منه ولكن رياض محرس باش نتفاهموا الزوجة تاؤنا منحبش نحكيه في الحياة الشخصية ولكن هذه الأمور لازم نحكو فيها الزوجة تاؤنا ساكنة في مانشستر وهي سي بورتير على حسب مسمعك هي سي بورتير من مانشستر سيتي فعلا هذيك رياض محرس لو يقول لك أنا ما عندي والروح الريحانة ونكافح على ما كان هذه الحقيقة نحط لكم الروابط ما نقوش عليكم خوتي ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام